السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أعلى مرحبا فيكم في مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس يبدو الله إن شاء الله رح ننتقل ناخذ النوع الآخر ونلا من الإنزلة للأمام لكن قبلها نتذكر مع بعض ونراجع مع بعض درستنا في حصة الماضية وهو النوع الأول وناخذ بشكل جدا بسيط نتذكر أيضا مع بعض الطريقة الصحيحة نتذكر مع بعض مقطع الفيديو اللي تتكلمنا عنه وبعدها ننتقل منه اليوم نعملين بسيطة سهلة وبعدها ننتقل ونتعرف على درستنا اليوم ننتقل مع بعض الآن إلى مراجعة بسيطة على درستنا في الحصة الماضية كلمة الحصة الماضية عن الانزلاق للأمام أن هناك نوعان من الانزلاق للأمام نوع الأول وهو الانزلاق بالحجل وتكلمنا عنه الحصة الماضية واليوم ذلك ستكلم عن الانزلاق بالوث وأيضا تكلمنا عن يتم الانزلاق بأداء خطوة ثم حجلة على نفس القدم والنوع الأول مثل مذكرنا ثم يكرر ذلك على القدم الأخرى مع ناقل وزن الجسم من قدم إلى أخرى وأيضا يستمر تبادل أداة على كل القدمين مع زيادة السرعة وطول المسافة ممكن في البداية مثل مذكرنا تكون السرعة جدا بطيئة وأيضا المسافة تكون جدا بسيطة بعدها ممكن يكون المسافة تكون متوسطة وبعدها تكون مسافة تكون بعيدة وأيضا السرعة تكون بطيئة متوسطة وبعدها تكون فوق المتوسطة وأيضا يتمرجح الذراعين بتوافق عكس الرجلين المقطع فيدي وضحنا طريقة الأداء الصحيح لمهارتنا في حصة الماضية وهو الانزلاق بالحجل نشاهد مع بعض الآن خذ خطوة ثم حجلة على نفس القدم نشاهد الآن الهبوط يكون على نفس القدم فيما الانتقال إلى قدم الأخرى نشاهد وقوف النظر الأمام وأيضا لموضر الهبوط والذراعين بشكل عكسي مع قدمين تحريكها إلى الأمام والاستمرار بالأداء بمسافة متكرمة تكون في البداية تكون بسيطة والآن ننتقل مع بعض الثمن اليوم تمرين بسيطة سهلا بإذن الله نبي الآن من الجميع يكون جاهز ومستعتمير لنا اليوم عندنا من الأول احتاج إلى أداة أي كرة صغيرة متوفرة في المنزل تحتاج لها أداء التمرين الأول أنت من الوقوف الذراعين تكون للجانب أخذ الكرة ثم رفع الذراع إلى الأعلى وأخذها ثم انتقال إلى الجهة الأخرى ثم العودة وأخذها إلى الأعلى وانتقال إلى الجهة الأخرى نجهز مع بعض تمرين يبتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر استمر الجل الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أيضا نأدي الآن نفس التمرين لكن مع الحركة نأخذ عشرة عدات مع بعض ننتقل إلى الجهة المنتصفة عاليا ثم انتقال إلى الجهة الأخرى وأخذها باليد الأخرى مع بعض تميع تمرين ابتدي واحد منتقال الجهة الأخرى ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف ننتقل الآن إلى التمرين الثالث دراء الأعلى وبعد رفع القدم بشكل جانبي ولمس المرفقة المجاهز مع بعض دراء عاليا تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة تمانية تسعة عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ومتازين سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف ننتقل الآن إلى الجهة الأخرى رفع القدم إلى الأعلى مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ومتازين سبعة ثمانية تسعة عشرة أخيرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمامي الخير وقوف ذراعين أمام المد نزول ثم الوقوف ورجوع الوضع البداية مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أبطال تسعة عشرة استمر الجولة الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ممتازين تسعة أخير عشرة قف رح مع بعض في المكان مع آخر الشيخ الزفير مع بعض قف الصحيح طب المستقيم النظر يكون إلى الأمام ممتازين مع بعض مرة ثانية أخير ممتازين الضطال ندخل الآن ونتعرف على درسنا اليوم لابدنا اليوم نتكلم عن الانزلاق الصحيح للأمام البداية الانزلاق الأمام هو من المهارات الحركية المركبة ويعتبر مؤسسة الكفاءة الإدراكية وأيضا نتكلم عنها نوعان نتكلم عن النوع الأول واليوم بذلنا رح نتكلم عن النوع الثاني وهو انزلاق بالوث وهو مزيج من الخطأ والوث بالارتداد مع تبادل وضع القدمين أماما بشكل تكون متقاربة من المهارة السابقة ولكن يكون بينهم الفرق وهو الوث أو الوثبة عن الحجلة وأيضا بارتداد مع تبادل وضع قدمين أماما ويتم انزلاق بأداء خطوة ثم وثبة قصيرة لأمام بالقدمين نعم ممكن الآن يكون نتكلم عن بيئة القدم يكون أخذ خطوة ثم وثبة قصيرة لأمام بالقدمين معا ثم يكرر ذلك على القدم الأخرى ثم يؤدي وثبة قصيرة للأمام بالقدمين معا ويستمر تبادل الأداء على كسل القدمين مع زيادة السرعة وطول المسافة وتمرجحة ذراعين بتوفق أكس الرجلين أيضا نفس المهارة السابقة بالحجل ويعتبر انسياب واللقاء الحركي هما السمتان الغالبتان لهذه المهارة وليست عندنا أيضا السرعة ليس المهم عندنا السرعة أو أيضا ولا المسافة المهم عندنا نذكرناه هو إقاع الحركة ممتاز وأيضا الانسياب أثناء تأديت الانزلاق للأمام ويسن المهم السرعة وطول المسافة الآن ننتقل للمهارة التوضيحي ووضعنا طريقة الأداء الصحيح لمهارتنا اليوم نشاهد مع بعض الآن وهو الانزلاق ب الوثب شاهدنا بعض الآن يكون الوثب بالقدمين شاهدنا أمام كل الآن وهو الفرق الوحيد بين مهارتنا اليوم ومهارتنا في الحصة الماضية كل مهارتين تندرج تحت الانزلاق للأمام شاهدنا مرة أخرى وهو الانزلاق ب الوثب وهو مزيد مثل ما ذكرنا من خطأ والوثب للأمام ب القدمين أخذ خطوة ثم بالوثب انتقال للأمام بالقدمين معا شاهد مع بعض الانزلاق للأمام عن طريق الوثب ممتازين أبطال ولهن ننتقل للمراجعة بسيطة على درسنا اليوم صح وخطأ يتم الانزلاق بالوثب بأداة خطوة ثم وثب قصير للأمام بالقدمين معا هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة مرة أخرى يتم انزلاق مرة اليوم بأداة خطوة ثم وثب قصيرة للأمام بالقدمين معا ممتازين أبطال هذه العبارات الصحيحة كذي سقاي يصير انتهينا وتعرفنا مع بعض عن مهارسنا الانزلاق للأمام متكلمنا عن انزلاق بالحجل وأيضا متكلمنا عن انزلاق بالوث إن شاءال جميع يعرفي فائق بينهم ويعرفي يقدر أديها بالطريقة الصائعة أعطيكم العافية جميعا الحسن وإنصالتكم وإستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته